يا مساء الخير والسعادة على حضراتكم جميعاً خلوني يبتدي معاكم البرنامج النهاردة بمشكلة ارتفاع أسعار الدواجن والحقيقة إنه كلنا متابعين المشكلة دي وكلنا متأثرين بيها وكلنا حاسين بيها وبنتكلم عنها طول الوقت خلينا كمان نكون عارفين أسباب المشكلة أصلاً من الأول وليه ارتفع أسعار الدواجن إحنا بنتكلم إنه في أصلاً في أزمة اقتصادية عالمية بتتأثر بيها كل الدول ومصر بتتأثر بيها بشكل يعني زي كل الدول يعني بتتأثر بهذه الأزمة بيجي ده في إيه؟ بيجي في ارتفاع أسعار خلينا نتكلم عن موضوع الدواجن على وجه التحديد والأزمة اللي كانت حصلة ومازالت طبعاً في مسألة ارتفاع فطورة الاستيراد وتأثرها على زيادة أسعار الأعلاف وكمان الأزمة اللي كانت حصلة فيه سلاسل الإمداد في العالم كله وبالتالي في مصر علشان كده كل هذه الأسباب لما تجمعت فتؤدي في الآخر لزيادة تكلف التربية وبيع الدواجن لكن خلينا نشوف على الناحية التانية إحنا عايزين إيه من الدولة لاستعاب الأزمة دي وللتعامل معها بنتكلم إنه شفنا قرارات الفترة اللي فاتت قرار بإعفاء منشآت الدواجن من الدريبة العقرية شفنا كمان وزارة الزراعة اللي أعلنت عن طرح ألف طن فراخ بتخفيض 20% آخر ألف طن فبرغ ي Londواجنا